أصعب موقف أنت واجهته في السبع سنين يمكن كلنا طبعا مش أنا الواحد عادة مصورنا كسب عالم 2010 مباراة في السودان الجزائر في السودان هي كانت كورة ولا ما كانتش كورة لا كانت كورة يعني احنا خسرنا كورة خسرنا كورة ولا التلاع وفي اللوايح هو لا لا بص احنا قبل المباراة انت عارف اللايح هو اللايح طبعا غلط اللايح بتقول الهدف في حالة التعدل بتشوف مين جاب أكتر بلغة ما توصل الهدف بره بهدفين بس اللايح قالت من الأول قبل ما تلعب مباراة قبل البطولة اللايح كانت موجودة كده يعني معروف لو احنا كسبنا اتنين هنلعب مباراة فسطة انتوا تعملتم مع المرش بشكل خاطئ بص يعني بعد فترة مباراة انا بحسيت الشغل الإداري هو البوزنبورة بمعنى بمعنى اختيار الملعب اختيار ملعب كان غير موفق اللي حصل في مصر قبل مباراة الجزائر هنا ما كانش موفق خالص اللي حصل مع طبعا طبعا ليه ايه اللي حصل عشان تعمل ده وده حصل من من ناس في مصر يعني ايه ايه ناس عاملونا كواس جدا يعني مفيش حاجة اللي هي العادية الجمهور بيجيلك بيهاي عادي يعني كل مرة بروح الجزائر بيهاي عادي طبعا انت هتعملهم كده ليه هنا وانا متأكد لو كنا كسرين هنا ثلاثة كان المطش هيتعاد فعلا طبعا هم كانوا مصورين كل حاجة كان لازم هيتعاد المطش لكن لما حصل اتنين المطش اتعمل فاصل هي دي كان صراع قوة او صراع نفوذ ما بين محمد روراوة في التوجيه ده لا لا خالص خالص بص انا اقولك على حاجة انا حس وهنا بريدة ما عرفش لكن انا حس يعني المباراة كانت فيها حاجة تنظيم اداري ما كانش كويس طب ليه لما بنخسر بطولة يعني في 2010 حردك بتقول ده النادي الاهلي نفس الامر في بطولة افريقيا الاخيرة ان فيه ازمة ادارية برضو وكان حصل الموضوع بتاع ملعب المباراة تيجي تروح لمطش السنغال برضو ان فيه ازمة ادارية تمام والمفروض ان كان واقل جمع موجود فبالتالي ما سافرش قبلها ما حضرش اتحاد الكرة برضو ما تعملش بشكل احترافي مع المباراة ليه في الازمات في المباريات الماصرية والمهمة بيبع عندنا مشكلة في الازمات الادارية بس انت قلتلي سألتني قلتلي المباراة في الملعب اه فنيا خلصت في الملعب ايوه فنيا مباراة السنغال فنيا خلصت في الملعب مباراة فرحتك في مصر انت بتاع وخدت مكافئة قبل ما تسافر وناس كتير سافروا معاك السوداء كان لازم تقفل على الفرقة كويس كان في برضو لعبة وكانتش مركزة وكانت في لعبة مصابة لك مش مصابة ولعب وخصيرنا اول شوت احمد فاتحي وعمر زكي اصابات كان الدكتور كان يعني مفروض دولة ما كانواش يلعبوا اساسا حسن عبدالربو كان انكر لي وارم كان في مشكلة ولعب الشوت التاني فاخسرت يعني في حاجات طب هو مش الجهاز المفروض بيبقى عارف قبل ما يختر التشكيل ان اللعبة بتاعته كاملة بتكشف على العاب بيقول لك نا كويس مش حاجة خالص كله عايز يشارك عايز طب والدكتور بيقول بينبه بينبه فيه كذا كذا بتسأل اللعبة يعني نبهك والدكتور اه بيقولك يعني احتمال يعني عنده جهاد عنده بتعرف المطش كان بعديها على طول كان حصل اجهاد بتاع اه برضو يعني ده جزء من من الادارة يعني جزء من الادارة اه في اللعبة مكادش صريحة معاك اتنين اتنين لعبة يعني انا قعباني مش قادر ولكن كل حماس حماس كله عايز يبلعب ويشارك في وصول خاصة العالم ايه بس الحماس ما هو ضر الفرق ضر الفرق طبعا طبعا بالنسبة قد ايه الجهاز الفني بقيارة حسن شحاتة يتحمل مسؤولية عدم التأهل الى منديال عشرين عشر ده لازم تحمل لازم تتحمل يعني مدرش اقول مدرش احمل اللعبة يعني انت ولا اللعبة ولا المجلس في التوئيد هل هي نسب مختلفة ولا الجهاز الفني يتحمل بالكامل لا كله ليه نسب كله ليه نسب كله ليه نسب ولا الجهاز الفني دفع اخطاء اخرى سواء من اللعبة وجود زي محراتك بتقول يعني عدم دراية مش عايزة اقول عدم ضمير لا هم حماسهم الزايد كان سبب اللي احنا نخسر مثلا تغيرين اتنين شبه ولا دارة المباراة نفسها لازم الجهاز الفني ياخد جزء لازم يعني عدم وصولك لازم الجهاز ياخد جزء زي ما انت بتديني حقي بتديني حقي لما ياخد وصوله بترفع الجهاز السماء طبع فيه اخفاء اخر الجهاز لازم ياخد جزء نخسرنا ليه فيه حاجة غلط بس انا جبتها لك كلها تنظيميا وانت متسافر والفرحة والطائرات اللي طلقتوا الحاجات دي ده كان خطأ